ما حكم خلع النقاب بعد لبسه طبعا تعلمون ان رأيي مش رأيي يعني الرأي الفقهي ان الجمهور يرون ان النقاب ليس فرضا وانما هو فضيلة فضل والاخرون يرون ان النقابة فرض عشان بس اخواننا دايما متحفزين ليتحفز غير طبيعي يعني انا هنا البعض يقول اتشأزون خلمات واضحة ولغة عربية انا لم امطق لا بالفرنسية ولا بالانجليزية ولا بالاسبانية ولا بالالمانية لا باللغة العربية يقول البعض ان النقابة فرض فراء ضد والاخرون يقولون انه فضل فضل لام اظن الحروف ما اوضحها في لغتنا العربية وبعدين دي لهم اسانيد وهؤلاء لهم اسانيد اللي يرون النقاب ليس فريضة عندهم واحد وعشرين دليل يرون عدم فرضيته والشايفين انه فريضة يعني لهم ايضا اسانيد ونحن نحترم هؤلاء ونجل هؤلاء وبعدين يقول اذا كانت المرأة جميلة يعني الله يرضى عليك من يقيس جمالة ان نوديها انا عند لجنة اختبار ملكات الجمالة عشان نشوف دي جميلة يعني انا انا انصح ابنتي المنتقبة التي انتقبت الا تخلع نقابها ليه يعني يبتدي زي الحبات المسبحة وحبات العقل هينفرط واحد هيبتدي الحجاب يلون وبتدي الزحزح شوية هيحصل فعلا زي البدضبط اللي بيترك صلاة النوافل وبعدين تدخل بعد ذلك على الفريق